اكثر من 150 رجل اعمال اسباني حل بالجزائر اليوم بحثا عن فرص للاستثمار ملتقى الاعمال الجزائرية الاسباني كان فرصة لاستعراض مجالات الشراكة بين الجزائر ومدريد والتأكيد على مدى اهمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين تعد اسبانيا من بين اهم شركاء الجزائر فهي ثالث زبون وخامس مموين للجزائر بحجم مبادلات تجارية تعدى 7 ملاير اورو خلال 2017 كما اؤكد بانه تم اتخاذ كل التدابير لتسهيل انشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع ضمان ديمومتها ولجأنا ايضا الى عديد الاصلاحات المهمة لتحسين تفاعلية اقتصادنا وتشجيع الشراكات والاستثمارات المنتجة اسبانيا شريك وفي للجزائر والذي يعترف بمجهودات الحكومة الجزائرية في تشجيع تنويع وعسرنة الصناعة حتى تقلل من تباعيتها لمنتوج واحد في صدراتها قرابة 450 شركة اسبانية بالجزائر وحجم مبادلات تجارية تجاوز 7 مليار دولار اهمية السوق الجزائرية فتحت افاقا جديدة لتوسيع مجالات الشراكة وحجم المبادلات من خلال تدليل كل العقبات التي من شأنها انتقف عائقا في وجه التقدم المرجو هناك إجراءات قامت بها الحكومة الجزائرية والمشاريع الجزائرية في تهيئة كل الأرضية اللازمة وهناك عوامل شراكة عندنا البروكسيمتين القرب الجغرافي عندنا العلاقات التاريخية عندنا هناك عوامل شراكة يعني عوامل تقارب جدو هاما فنحنا المساج الذي نلصى اليوم هو أنه حان الوقت الآن إلى الاستثمار في الجزائر وبين بحث الجزائريين عن فرص للشراكة مع الإسبان وأهمية السوق الجزائرية وامتيازات الاستثمار فيها مهد المنتدى اليوم لشراكات جديدة نسعى لكي نكون نديروا الشراكة مع الإسبان في مجال المواد التعليب والمواد الغذائية لأنهم هم الرياضة في أوروبا في مجال تصبيل المواد الغذائية نحن الحمد لله اليوم رأنا في الفلاحة يعني رأي طورة كثير والمنتوج كثير لابد أننا نستغل هذا الفائض لأننا نعلبه ويمشي للانديستري مقارنة بأوروبا فإن السوق الجزائرية تشهد تطورا كبيرا في 15 سنة الأخيرة وعليه فمن الصعب إيجاد سوق مشابهة لها وأيضا الجزائر بلد يعرف تطورا سريعا رغم بعض الصعوبات إلا أنه يواصل تقدمه بعث مجالات شراكة جديدة بين الجزائر ومدريد تحدي يفرضه الواقع الاقتصادي للبلدين ويغذيه الموقع الجيوستراتيجي للجزائر وإسبانيا وهنا الشراكة بمنفعة متبادلة